السلام عليكم صناعة الألعاب المحلية كل مالها وتتحسن وصرنا نشوف ألعاب سعودية وعربية على منصات مختلفة من الجوالات إلى الأجهزة المنزلية لكن القليل ما نشوف أو نسمع عن شباب في مرحلة نشأتهم وهم يعملون على لعبة وهذا اللي راح نتعرف عليه اليوم مع بدر القحطاني بدر يشتغل على هذا المشروع بدون أهداف ربحية أو تبرعات وله خبرة عميقة في محرك أنريل والآن سمحت لي الفرصة أخيراً بأن يقيم معاه لقاء ونسأله عن رحلته في دراسة تطوير الألعاب وشغفه عن الألعاب وانجذابه الكبير لأحد الإنميات المشهورة أول شيء مبدأ فيه هو وش تخصصك وين درست؟ تخصصي هي تصميم العاب الإلكترونية في جامعة نيويورك بالجيم سنتر اللي يسموني الجيم ديزاين ودخلت في هالمجال يعني تقررت أن كنت أريد تخل في هالمجال قبل عشر سنين وأنا صغير قلت خلاص مصميم العاب الإلكترونية وبدأنا بالقرار والوالد والوالدة شجعوني الحمد لله الحمد لله كويس أنهم دعمين يعني مبدأ الحمد لله يعني قلت قبل شوي أن هدفك في الأساسي من دخولك من قبل عشر سنوات كان تطوير الألعاب وش الدافع الأساسي هل بس كان عندك تطوير الألعاب ولا بس شغف أنك أوكي أنت تلعب الألعاب وودك تعرف الجهة الثانية من الفكرة التطوير حق الألعاب طبعاً فيه موضوع شغف حبيت أنا ألعاب دراغنبول من يامي وأنا صغير ألعاب البودوكاي، ألعاب التنكايجي على سوني 2 وكنت أبغى أتعلم عن الجامبلاي خصوصاً كيف الواحد يستمتع بالجامبلاي كيف الواحد يستمتع بالكومبات وبعدما كنت ألعب ألعاب دراغنبول دخلت في ألعاب ديفل مي كراي اللي هي ألعاب كابكوم يعني زي ستريت فايتر زي ديفل مي كراي ألعاب الجامبلي فيها مرة محبوكة بشكل كبير فهذا كان الأساس والحمد لله قررت أني عقم أن أدخلت في هذا المجال أول هدف أني كان لازم أني تعلم ألعاب دراغنبول وألعاب كابكوم من أهم تصميم الألعاب الأكترونية فهذا الأساس هذا اللي أنا كدب أسوي وكذا يجذبه ويصير مدمن عليه مثل العاب بالقتال مثلاً تشعر عندما تبسكها مرة مرتين تشعر تبدأ تفكر فيها فهذا يعني أشعر أن هذا مشوار صعب ما شاء الله لا أدري لماذا تأخذت قرار هذا لأنه هناك طرق مختصرة تقدر تأخذها وممكن ترضيك بس أنت أخذت أصعب طريقة أشعر خاصة أنك تلقى جيم بلاي مرة كذا صعب وفيه عمق كبير هي أهمية سيكولوجيا اللاعب فهذا الشيء اللي نحن نبغى ندخل فيه فهذا كان الأبجكتف عندنا وإيش اللي يصطر فضولك وخلاك تتعمق وتتعلم في أنريل هل كان جزء من الجامعة أنك تتعلمه ولا شيء أنت بس تحمسه أنك تتويه هو والله ما كان جزء من الجامعة أنا بدأت أدخل في أنريل انجين بـ 2014 ذاك الوقت شفت الريميكس اللي كان يسونها زلدة أوكارينة أو تايم ويسووها للسوبر ماريو سنشاين وذاك الوقت أنا في باري قم قلت أوه أبغى أدخل به المحرك وكنت أدرس هذا المحرك بشكل ليس طبيعي بس أنريل انجين يعتبر كأكبر محرك في العالم بهذا الوقت ففيه أشياء كثيرة الواحد يتعلمها بس اللي أنا سويت أنا دخلت في شايدر اديترز ودخلت في ناحية الأرض وتصميم 3D فالبرمجة ما كانت أقوى عوامل أقوى عوامل نعم ويعني قررت أني أدخل في مجال 3D وذاك الوقت تعلمت انريل انجين بس تعلمت البلو برنتينج بشكل خفيف وخشيت بالكامل طيب أنت تتكلم عن مصطلحات مثل الانفايرومنتارتست والبلو برنتينج ممكن توضحها للجمهور بس حتى يعرفون أكثر مثلا هذه الأشياء اللي ممكن أنا وياك أنت نفهمها لكن بعض الناس ما راح تفهم انفايرومنتارتست أنت بدأت تصميم خلفيات للألعاب أو البيئة بالأصح طيب البلو برنتينج اللي اشتغلت عليها بالضبط ايش كانت البلو برنتينج كانت أكثر لوقات فقط مينمال كومبات سيسمونها يعني بس الضرب والواحد اللي يطب فوق راس الثاني مثل ماريو والركض والهرولة السيستمز اللي الواحد يبتدي فيها بشكل مرة صغير فأنا ما كنت أبغى أخش بالمرة كنت أبغى أبتديه بشكل جدا يعني سيمبل لكن لا نريد نفسه يقدم أشياء كذلك جاهزة مثل الموف ستس مثل الأكشن المعينة هل أنت دخلت وقمت أتعدل على هذه الأشياء أم بنت أشياء معينة لأن كانت لديك أفكار معينة تبغى تصممها كانت لدي أفكار معينة تبغى تصممها من أكثر الأوقات أنا كنت أدخل في فيسبوك في القروب حق أنريو لنجين ديفلوبر يكون عندهم خمسين ألف ديفلوبر نعم إذا عندك فضوة نعم عندما دخلت في فيسبوك كنت أسأل أسئلة كنت أريد أن أعرف كيف أصل إلى هذا المستوى وكيف أشغل هذا المستوى كيف أجعل الواحد كيف أجعل اللاعب يضرب الثاني وهذا الكلام كله لكن كان الهدف أن لا أعتمد على المستوى وكيف أعتمد على نفسي لن أقول أن هذا شيء سلبي أن يجيب المستوى شيء إيجابي هناك شيء يختصر عليك الوقت هناك شيء إيجابي لا يتعلم كل هذه الأشياء في يوم واحد فالواحد يستعمل هذه الأشياء في أوقات معينة وزيد من ناحية الاقتصاد ومن ناحية المال لا يستطيع أن يجيب استوديو لا يستطيع أن يجيب فريق فالواحد يستطيع أن يعتمد على هذه الأشياء لكن لا يعتمد عليها بشكل طويل خاصة لو تريد أن تضيف لمسة خاصة أو حركات فلير معينة في اللعب حلو أنك تشجعت صحيح لو أنا أو أي شخص يتابع الفيديو عند الفضول أن يبدأ يتعلم ويدور عنه هل يجب أن يكون لديه خلفية في كمبيوتر ساينس والعلوم حاسب أو يمكن أن يرى تتوريال ويدخل على برنامج وفيت أشياء تعليمية توضح للشيء لا يريد أن يكون لديه خلفية كمبيوتر ساينس الآن وصلنا إلى هذا الجيل الجيل الجديد عندنا الواحد يريد أن يصمم اللعبة بدون البرمجة وعندكم البلو برينتنج في أنريا لنجين البلو برينتنج شيء ممتاز لا يريد أن تستغلها بـ C++ لا يحتاج أن تستغلها بـ C++ C++ لغة برمجة اللي ما يدري إنه داخل العميق أنا أحب أوضح النقاط هذه فالواحد لا يريد أن يتعلم C++ يريد أن يتعلم البلو برينتنج لا يريد أن يتعلم البلو برينتنج من المفروض أنك لا تفكر بعمق تفكر بكل سهولة تصمم لعبة صغيرة لا تصمم لعبة كبيرة يعني يأخذ خبرة يأخذ ممارسة أول شيء يكون لديه تفكير سمبل يبدأ من الصغير ويوصل للكبير لكن يأخذ وقت من المفروض أن الواحد يتعلم طبعاً يكون لديه القدرة أن يتعلم ويدخل في يوتيوب ويدخل في يوديمي ويدخل في مواقع كثيرة بحر بحر كلامك سليم مدامنا تكلمنا عن هذه الأشياء كلها دعونا نرى اللعبة دراغنبول دراغنبول ديمون بريكر دعونا نستعرض اللعبة ونرى الأشياء التي حطيتها من عمل السنين طبعاً أنت لا تستغيب لحالك معك فريق طبعاً معي فريق نحن عشرة بالكامل وكلكم محبين دراغنبول ومتحمسين لهذا المشروع ما عندكم تاريخ إصدار له حتى الآن؟ ما عندنا التاريخ بس هنم أيمين إن شاء الله بـ 2021 طيب يلا خلينا نشوف طيب عندك تقدر تلعب السيف تقدر تلعب بقوست تسعمل يدينك مضبوط عندك الكي بلاست حق الدراغنبول يعني الحركات المعروفة في الدراغنبول موجودة هنا فتكلمنا عن الكومبات كيف بديت فيه وش الأشياء اللي حبيت تركز عليها في القتال أكثر شي هو أول شي كنا نريد نسوي كنا نريد نخترع كومبات سيستم يدمج جيم بلاي ديفل مايكراي مع جيم بلاي ألعاب دراغنبول القديمة فمن أهمية تصميم ألعاب دراغنبول أنه يجب أن تحس كشخصية في دراغنبول فهذه كانت أصعب شي من ألعاب دراغنبول القديمة كان يمديك تطير يعني عدوك على الجبل والجبل يعني يتفتت تماماً فحنا قرضنا أن كنا نريد أن ندخل هذا الشيء في الجيم بلاي سيستم بس كيف نريد أن ندخلها في جيم بلاي سيستم ديفل مايكراي كنا نريد أن نعطيه الليمت الليمت وقت معين خارق هذا الأورا نعم فالحين تضرب تكسرت العمارة مات هو أو لسه؟ وهذه أهمية تصميم ألعاب دراغنبول إذا كان يطير في الجبل يجب أن يتكسر يجب أن يتكسر لكن لا يتعوّر أبداً الشخصية لا يتعوّر أبداً نحن نريد أن نعلم الناس أنه لا يوجد أي مشكلة لأنه يريد أن يبدأ ألعاب الفان جيمز ألعاب الفان جيمز ألعاب جداً 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 يعني تفرّح اللعب تفرّح المصمم لأنني كنت تصمّم لعبة يعني شغف ليس طبيعي لأحد يصمّم لعبة دراغنبول يحب دراغنبول يحب الألعاب الإلكترونية ويتدمج أثنين يستانس أنا أقول لك سعودي كل الناس يصمم لقيم لا يوجد أي مشكلة لأنك تبيع ألعاب الفان جيمز ولكن من أهم شيء أنك لم تبيع ألعاب الفان جيمز ولكن لو تريد أن تصمّم لعبة لنفسك لا يوجد أي مشكلة لأنك تصمّم ألعاب الفان جيمز وبالأخير هي أن تستفيد لأنك تمارسّ شيء بكرة مثلاً تبدأ على مشروع صدقي مثلاً أنت ناوي منها هدف ربحي على الأقل يكون عندك ممارسة وعندك خلفية كيف تشتغل فتكون نوعاً ما قصيت نص المشوارة وربع المشوار في تصميم اللعبة الجديدة التي أنت تبغى منها هدف ربحي أو ترضي نفسك فيها مثلاً من تبدأت تشتغل على هذا المشروع الذي يسمى Dragon Ball Demon Breaker؟ بدأنا مبكر والله بأبريل 15 وقررت أني تناقش مع المبرمج الرئيسي اسمه راين وأول شيء سويتها أني بديت أشتغل على اللي يسمونه ديزاين دوكومنت ديزاين دوكومنت يعني تشرح تشرح الأساس البيتش والسيستم في نفس الوقت علشان ضروري إن لو أنك تبغى تتناقش مع المبرمج تجيب السيستم وتتكلم عن السيستم سيعرفوا شيء يسحوي بعد يعني من يومها قال لي راين خلاص هل خلينا نقول للفريق كامل عنده شخص في Dragon Ball أهمية الفريق أن كل أحد يجب أن يعرف Dragon Ball موضوع شغف Dragon Ball موضوع ثاني لكن موضوع حب Dragon Ball موضوع أنك تعرف Dragon Ball تعرف الشخصيات هذا أهم شيء بالفريق فذاك الوقت لما أنا دخلت الدوكومنت ووريتهم قالوا هذا Dragon Ball مين يقول لا؟ مين يقول لا؟ تكلم عن القصة، أنت تكلمت المتبدة المشروع الآن وعرفنا من الناس اللي كلمتهم والدوكومنت وماذا كانت القصة اللي حابين تقدمونها في عالم Dragon Ball؟ كنا نبغى نجيب قصة غير تماماً عن قصة Dragon Ball القديمة هي سايان ساگا، السل ساگا، البول ساگا، ودراكل بول سوبر كنا نبغى نجيب شي جديد كنا نبغى نجيب موضوع عائلة فجيتا نحن لا نقدرنا نشوف كثير من عائلة فجيتا المرة الوحيدة التي نجيب من عائلة فجيتا هي أيام Dragon Ball بال بالبداية عند بيروس كان يحددهم هم دائما يمحددون يا من فريزا وعندما نرى أيام القديمة في فريزا وعندما فريزا مسك بلانت فيجيتا ولكن هذه المرة نريد أن نتكلم عن قصة الوصول بينهم ترونكس لا يعرف جدا فيجيتا يعرف أبوه ولكن لا نعرف التواصل كيف كان فلي نريد أن ندمج نفسنا مع ترونكس وندمج نفسنا مع فيجيتا طب لو الواحد يريد أن يدخل في تصميم الألعاب ما هي الخطوات التي يحتاج أن يسويها أو أين يبدأ بلا صح؟ خذ ورقة، خذ قلمك، وكتب اللعبة، وكتب تصميم هذا كيف يبدأ؟ أوكي، وبعدين عاد رح ورّها ناس ثانيين قنعهم أنهم يدخلون معك في المشروع ليس بأنك تقنعهم، أن أول شيء أنك أنت تفرح بنفسك أنك أنت تستانس، أنك أنت قاعد تكتب أفكارك ما في أحلم أنك أنت تكتب أفكارك على ورقة هذا أهم شيء، والواحد يجب يعرف نفسه ويعرف ما يحب فخذ ورقة، وخذ قلمك، وكتب وهذا كان لقاءنا مع بدر، حماس وشغف بدر معدي ومن هذه اللقاءات، ودنا نشعل شعلتكم في مجال تطوير وتصميم الألعاب حتى نكون فخورين في الأعمال والألعاب اللي تنتج محلياً أو تنتج بشكل عالمي مثل المشروع بدر إن شاء الله استمتعتوا معنا بهذا اللقاء وأنا متحمس أعرف إلى وين رح ينتهي المطاف بشخص مثل بدر شكراً، وإذا كنتم حابين هذا النوع من اللقاءات يلي تساعدونا في نشرها حتى نقدر نستمر في تقديمها كان معكم نواف النغموش، يغطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر